بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نريد أن نعرف ماذا تم بين أرمينيا وأذريبيجان الجميع يتساءل هل ما تم انتصار كامل أم انتصار منقوص ماذا فعل الروس هل تدخل الروس كطرف محايد أم تدخل الروس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لصالح أرمينيا ماذا يمكن أن يحدث في الأيام القادمة بعد هذا التدخل هل ستمثل روسيا خطر على أذريبيجان وعلى ثروات أذريبيجان كل هذه أسئلة مشروعة هل انتصرت أذريبيجان انتصار حاسم ما هو موقف تركيا ماذا ستحصد أذريبيجان وماذا ستحصد تركيا هل كل هذه التضحيات قد تمت لكي تأتي روسيا فجأة وتفرض واقع جديد وتوقف عملية التحرير عاوزين نشوف شكل الخريطة قبل بدء المعارك في شهر سبتمبر الماضي وشكلها بعد وقف إطلاق النار وماذا ستقول إليه الأمور الخريطة اللي أمامنا جهة اليمين بتوضح خريطة أذريبيجان وخريطة أرمينيا أرمينيا باللون الأصفر أذريبيجان باللون الأخضر جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذريبيجان أيضا باللون الأخضر هذه خريطة إيران نخجوان هذه متصلة بالحدود التركية في هذا المكان ولكن لو حبينا نشوف إقليم ناجورنو كرباغ هذا الإقليم لها حدائق الجبال السوداء هذا الإقليم باللون البني الداكن ده إقليم ناجورنو كرباغ أما اللون البني الفاتح فهي المحافظات السبع التي تم احتلالها لاحقا وأضافها الأرمن إلى إقليم ناجورنو كرباغ يبقى تم احتلال هذه الأراضي على مرحلتين احتلال ناجورنو كرباغ أولا وتهجير أهل هذه البلدان أكثر من 30 ألف قتيل ومئات الألاف من المهجرين بعد كتم احتلال هذه المحافظات فضولي وأغدام وزنجلان كل هذه المحافظات السبعة إيه اللي حصل بعد كده انطلقت معركة التحرير زي ما احنا شايفين الفترة اللي فاتت ونتج عن هذا الأمر تحرير هذه المناطق الخضراء يعني شايف المناطق اللي هي المحافظات اللي هي من خارج ناجورنو كرباغ تم تحريرها في هذا المكان باستثناء جزء وحيد اللي احنا بنحاول نشوفه في هذا المكان هذه الخطوط الصفراء الذهبية بتدلل على حدود ناجورنو كرباغ التاريخية قادي حدودها بهذا الشكل ممتدة معانا قادي الجزء ده نفسه تم تحريره الجزء ده نفسه تم تحريره يبقى في بعض المناطق من ناجورنو كرباغ اللي هي مدينة شوشة وما حولها وكذلك هذا المكان وهذا المكان أيضا تم تحريرهم من الاحتلال الأرمين يبقى إذن ناجورنو كرباغ بقيت كلها تحت الاحتلال باستثناء يعني جزء بسيط اللي هي مدينة شوشة الاستراتيجية اللي تم تحريرها بعد كده في الجزء اللي هو أخضر فاتح في هذه الخريطة اللي هو ثلاث أماكن دول اللي هي سوف تتخلى عنهم أرمينيا لصالح أذريبيجان حينسحبوا من الثلاث محافظات اللي هما خارج تقسيم إقليم ناجورنو كرباغ اللي هي ده حينسحبوا من مكان بعد خمس تيام ومكان بعد عشر تيام ومكان بعد عشرين يوم وبعد كده يبقى هذا الجزء الأحمر اللي احنا شايفينه ده خريطة أرمينيا الجزء الأحمر بهذا الشكل ده إقليم ناجورنو كرباغ ده حيظل لا هو محرر ولا هو محتل بل دخل طرف ثالث ووضع يده على الموقف اللي هو الطرف الروسي تدخل بقوة السلاح وفجأة ما بين عشية وضحاها رأينا ألفين جندي روسي يقوموا بالدخول إلى هذه الأراضي إتناشر طيارة روسية حاملة جنود تقوم بإنزال أعداد هائلة من الجنود رأينا ربعمائة عربة عسكرية يتم الدفع بيها إلى داخل الإقليم إضافة إلى تسعين مجنزرة ومدرعة يتم الدفع بيها إضافة إلى تمن طائرات على الأقل ما لم يتم الدفع بطائرات جديدة لكي تتواجد القوات الروسية في داخل هذا الإقليم تظل بمسافة خمسة كيلومترات على الحدود المتاخمة لإقليم ناجورنو كرباغ ويتم في هذه الحالة عملية السيطرة الروسية على هذا الإقليم وإعطاء ما يشبه المنطقة الآمنة أو المنطقة التي يعيش فيها الأرمن ولكن بدل ما يكونوا تحت حماية أرمينيا يكونوا تحت حماية الروس وتتواجد هذه القوات الروسية اللي بيسموها قوات حفظ سلام وأنا صراحة متحفظة على هذا المسمى لأنها قوة أقرب لقوة بلطجة دخلت لتفرض نفسها وتقول لأذريبيجان توقفي حيث أنت وتقول للأرمن توقفوا حيث أنتم لا ينسحب الأرمن من أماكنهم ولا ينسحب الأذريين من أماكنهم تفكرنا بعملية كوريا الشمالية والجنوبية فجأة وقف إطلاق نار دولة واحدة بعد دولتين أصبحت كوريا الشمالية دولة وكوريا الجنوبية دولة فحصل وقف إطلاق نار وتم وكأنهم يقولوا أن إقليم ناجورنو كرباغ هو في الحقيقة إقليم ليس أذري لذلك سيظل خاضع لحكم ذاتي وهذا الحكم أيضا محمي بالقوات الروسية الإضافة الوحيدة اللي هم عملوها في هذا الاتفاق هذا الخط الأزرق اللي احنا شايفينه في هذا المكان إيه هذا الخط الأزرق؟ هذا الخط الأزرق بيوضح لنا يعني جمهورية نخجوان ذاتية الحكم اللي تابعة لأذريبيجان واللي هي كانت بتتمنى أن ترتبط جغرافيا بجسم أذريبيجان الأصلي بدل ما دول لم يحبوا ينتقلوا إلى هنا يمروا عبر الدولة الإيرانية ثم يصلوا إلى أذريبيجان أو عبر الطيران عبر دول أخرى لأن أرمينيا دولة معادية فكانت بتمثل عقبة في الانتقال البري فيصبح بعد كده إيه اللي حصل؟ قالوا سوف نعطي لأذريبيجان طريق بري داخل الأراضي الأرمينية في هذا المكان ليوصل نخجوان بباقي زنجلان يعني تصل إلى هنا محافظة زنجلان اللي تم تحريرها مؤخرا لكي تتصل بالأراضي الأذرية بعد ذلك بريا ولكن هذا الطريق أيضا هيكون تحت حماية أرمينيا ولا الروس؟ لا هيكون تحت حماية الروس كذلك ببا الروس حيظلوا موجودين بشكل شبه دائم كقوات حفظ سلام لمدة خمس سنوات حسب الاتفاق بتجدد تلقائيا إذا ما فيش دولة من الاثنين رفضت هذا التجديد يعني بحيث تبقى هذه القوات الفين جندي على الأقل هما دخلوا حتى الآن ربعمائة عربة عسكرية 8 طائرات عسكرية 90 مجنزرة ومدرعة ستكون دخلت مع الروس الأمر طبعا مستمر على قدم وساق بلا توقف وتتدفق هذه القوات العسكرية بشكل كبير خلونا احنا طبعا نشوف بعض الحاجات معاكم آخر التطورات هذه الصورة لأحد المواقع الروسية بيظهر صورة لأحدى الطائرات النقل العسكرية وهي تقوم بشحن جنود ما يسمى بحفظ السلام بكامل عتدهم واضح أن الأمر بويت بليل الأمر دي ما تمش فجأة واضح أن روسيا كانت تستعد وتجهز لهذه اللحظة لو شفنا هذه الصورة هذه الصورة أيضا بتعكس الاهتمام التركي وأن تركيا لا تريد لروسيا أن تنفرد بالمشهد لذلك نجد في هذه الصورة أهم القيادات الأذرية الرئيس الأذريبيجاني إضافة إلى القوات العسكرية الأذرية وفي المقابل بنجد أهم ثلاث شخصيات تركيا بعد الرئيس رجب طيب أردغان ونائب الرئيس اللي هما وزير الدفاع وزير الخارجية رئيس الاستخبارات هاكان فدان يبا إذن هذا الوفد عالي المستوى من تركيا بيعكس مدى الأهمية التي توليها تركيا بالنصر الذي تم وحتى لا يتم اختطافه أو يسيطر الروس على المشهد يبا تركيا تقول نحن هنا تركيا تقول على حسب ما جعل لسان الرئيس رجب طيب أردغان أن تركيا ستشارك في حفظ السلام وستكون طرف أصيل والرئيس علييف قال في البند الخامس أن هناك مركز قيادة وسيطرة سيكون مشترك بين تركيا وروسيا الروسيا قولوا لا وجود للقوات التركية في هذا الاتفاق ولن تكون إلا قوات روسية فقط أن يريدوا أن ينفردوا بالمشهد العسكري تركيا ترفض ذلك وتدافع وهناك مفاوضات ما بين وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية الروسي لو حبينا ننتقل أيضا لهذه الخريطة دي خريطة روسية بتوضح لنا الشكل النهائي للاتفاق الخطوط اللي إحنا شايفينها بهذا اللون الدهبي ديت الخطوط أو الحدود الإدارية لإقليمنا جورنو كرباغ ده الإقليم زي ما إحنا شايفين بهذا الشكل بيتصل بهذا الطريق بهذه الطريقة وهنا في هذا المكان ده هم عاوزين ياخدوا مدخل حدودي لأن الخريطة الأصلية زي ما إحنا شفناها ما فيش مكان يؤدي أو يربط أرمينيا بإقليم ناجورنو كرباغ فهم عاوزين يدوا طريق ما بين نخجوان لكي يصل إلى زنجلان وفي المقابل ياخدوا طريق أو قطعة أرض من أذريبيجان ليرتبطوا بالإقليم نفسه هنا بنجد المناطق المحررة من ناجورنو كرباغ اللي هي مدينة شوشة بحدودها الإدارية اللي احنا شايفينها وفي جزء هنا محرر أيضا من هذه المحافظة وهنا في جزء أيضا في هذا المكان تم تحريره إضافة إلى هذا الشريط أيضا اللي تم تحريره من الطرف الأذري يبقى وفي ثلاث مناطق حيتم الانسحاب منهم هذه منطقة اللي هي هذه المنطقة الكبيرة سيتم الانسحاب منها وهذه المنطقة وهذه المنطقة المحازية للطريق الذي سيكون منه القوات الروسية ولكن زي ما احنا شايفين أن القوات الروسية هتكون في هذا الطريق ولا حيكون تحت حماية أذريبيجان يعني أذريبيجان من الطرف الأيمن وأذريبيجان من الطرف الأيصر للوصول إلى إقليم ناجورنو كرباغ كيف سيدار الإقليم حيكون تحت سيطرة أذريبيجان ولا حكم ذاتي ولا سيطرة الروس ولا سيطرة أرمينيا لا شك أن هذه الأمور إلى الآن ملتبسة وغير واضحة بشكل كبير وعلى أذريبيجان وعلى تركيا أيضا أن تواصل النضال والكفاح والتفاوض حتى تصل إلى أمور واضحة وأن لا يتم سرقة النصر من الجانب الروسي أو من الجانب الأرميني حتى لا يتم سرقة النصر ويبقى ورم سرطاني داخل الإقليم هذا قد ينفجر في أي لحظة من قوات حاقدة أو قوات تحاول مرة أخرى أن تستعيد زمام الأمور أو تنظم صفوفها لكي تعيد الكرة باحتلال الإقليم أو أكبر أو أكثر من الإقليم لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى وضوح كبير ده تفاصيل اتفاقية الهدنة في كاراباغ لو حبينا نشوف هذه الخريطة التي أمامنا هذه الخريطة بتوضح أيضا وهذه خريطة أكثر تفصيلا هذه الممر التي نرى قبل قليل بربط نخجوان بأذريبيجان هذه المحافظات الثلاثة سيتم إخلاءها لصالح أذريبيجان هذه الحدود حدود كاراباغ التاريخية ودي الأماكن المحررة ودي الأماكن التي توجد فيها الروس في هذا الوضع وفي هذا المكان بذلك متابعين الأعزاء نكون قد عرجنا مع حضراتكم وبالخرائط كيف ستكون الأمور بعد وقف إطلاق النار الذي تم وكيف كانت قبل وقف إطلاق النار وقبل انطلاق عملية التحرير وماذا يمكن أن تجني أذريبيجان بالتفاوض والسياسة بعد أن حصدت بالعمل العسكري وهل ستستطيع روسيا أن تسرق النصر من أذريبيجان وتركيا أم أن أذريبيجان وتركيا سيحرسان هذا النصر وسيحافظان عليه بإذن الله نرجو من الله سبحانه وتعالى لتركيا وأذريبيجان أن ينتصر دائما وأن يحرر كافة هذه الأراضي المحتلة بشكل أخير هذه النقطة أو المكان الأحمر الذي يربط أرمينيا بأذريبيجان هو جزء مقطع جديد بالاتفاق الروسي الذي اتفقوا عليه بحيث يكون هذا الممر ممر لاتشين وهي منطقة مهمة جدا ممر جبلي خطير يظل هذا المكان مفتوح للروس وتحت سيطرة الروس وأن يكون محمي من الجانبين والطرفين نتمنى من حضراتكم أن توافونا بآرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعيلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة